هل يمكننا السفر والعمل والاستقرار وشراء منزل الأحلام ونحن في شبابنا؟ أم أن للشخص أولويات مع التقدم في العمر؟ وهل يمكننا السفر قبل الدخار المال أو توفير المال قبل السفر؟ سؤال يعد أحد أهم الأسئلة التي واجهها العديد من الأشخاص في الوقت الحالي بسبب اختلاف الأجيال إذ لا بد أن يمر هذا السؤال في أذهاننا في فترة معينة خاصة أولئك الذين يسافرون بشكل متكرر لكل جيل فكر مختلف فبالنسبة للجيل الأصغر الذي عمل بالجد ووفر المال طوال حياته يرغب في مكافأة نفسه بالسفر بعد التقاعد وهو تعويض عن فترة العمل الشاق ومع ذلك قد يؤدي السفر كثيرا إلى فقدان مدخراتك التقاعدية لذا فإن التخطيط للمال أمر لا بد منه قبل الإنفاق على السفر الخبراء ينصحون بالتخطيط قبل اتخاذ أي قرار مادي أي البدء بجمع معلومات مفصلة للعثور على الإنفاق المناسب الذي يستحق أموالك أي إن كان السبب كتذكرة طائرة أو عطلة أو شراء عقار أو حتى سيارة كذلك ينصح الخبراء في التوفير ومن الطرق الأكثر فائدة هي فتح حساب توفير أو حساب وديعة ثابتة بفائدة أعلى على توفير المال للسفر أو للأمور التي تتطلب صرف مبلغ كبير خلاصة الموضوع أن على الأشخاص التفكير والبدء في التخطيط حتى يكونوا قادرين على المساواة بين الحياة التي يريدون تملكها